الحصة التموينية كاملة كل شهر بهذه المواصفات فعلياً يضغط على البرلمان الموقر حتى يخصص مبالغ إلى وزارة التجار أنا قعدت الصبح أريد عرفوا الأسعار وين راحت الأسعار؟ الأسعار ليش غمض فتح قعدنا سبوع بشي السبب؟ ما العلاقة بالدولار البطاقة التموينية قعدت تنطي باستمرارية كل شهرين ثابتة قعدت تنضيها الأسعار صعدت أي النقطة هذه واضحة أواضح لي؟ والأخ راح يساعدني أكيد يشوف المواد الغذائية مثل البترول عرض الطلب وبورصة عالمية اليوم العالم يعاني من مشكلة اقتصادية مشكلة التصحر ومشكلة قلة الإنتاج راح أطيك مثل العراق العراق قبل سنتين سوق الفلاحين والمزارعين خمس ملايين وثلاثمئة طن ألف طن أول مرة في تاريخ العراق العام جيد ثلاثة وثلاثمئة السنة الله راح يدري إذا مليون زين كوني زين إذن نعاني من أولا قلة الإنتاج البورصة العالمية كل أسعار المواد الغذائية الآن من تد بورصة لندن والبورصات العالمية راح تشوف أسعار خيالية يعني أسعار يعني من أقليك عرض الطلب شرون البترول 90 دولار تصعد بورصة السكر وبورصة الرزق وبورصة الحنطة بهذا الاتجاه إحنا مقبلين على عام ساخن جدا عام نحتاج بالحنطة يعني إذا وزيت وإحنا كنا موضع تاجها بس إحنا ما زال عندنا عقد في قضية السلة الغذائية ممكن الدولة تدعم هذا القطع من خلال مبلغ آخر للسلة الغذائية نحن لو لو الزراعة لا سامح الله أنا أقولهيش يعني لو الفلاحين والمزارحين ما سوقوا مثلا اليوم الفلاح ما يسوق نحن نشتري المفروض ما يسوق ما يسوق المنطقة وفلوس